السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع يا رب يا رب لما يطلع هذا الفيديو تكون الحرب وقفت على غزة يا رب أنا أتمنى من الله أنه يوفقهم بالنصر ويوقف هذه الحرب اللي هي حرب غير عادلة حرب حقيرة هدفها بس قتل أهلنا في فلسطين ما عندهم مش هدف آخر غير أنه بس يخلصوا منهم ما بدهمش يهم هذول لهم بشر ولا عندهم إنسانية ولا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان حتى حيوانات أحسن منهم يا رب أفرح عنويةكم بخبر زيك يا رب دعولهم يا أخوان اليوم أخدت جهازين المفروض أنهم من الفئة المتوسطة حسب سعرهم أو أعلى شوي بقدرش أقول متوسطة متوسطة لأنهم حتسألوني على إي اساس بتحكم أنا بحكم على السعر بروح على أمازون الإمارات زي ما حكت لكم لأنه أسهل مكان أقارن في أسعار عن جد بقدرش أجيب أسعار كل الدول أمازون الإمارات بالنسبة لأسهل واحد وأنا بشتري منه عشان هيك ببني فيديوهاتي من هناك فما تزعلوا أرجوكم والسعر اللي بجيبه يعني حاول أنت تمسك مثلا أنا حكت لك السعر بالدرهم بعينك الله مثلا إذا حكيت لك السعر بالدرهم روح على جوجل ومن الدرهم إلى عملة بلدك فإن شاء الله هيك بتكون عندك السعر على كل حال هذول الجهازين أسعارهم حلوة متقاربين نوعا ما واحد من الجهازين عملت له مراجعة الجهاز الثاني ما صار نصيبي أني أعمل له مراجعة يعني عندي فكرة عنه تمام بقدر أحكي عنه عن مواصفاته الجهاز الأول هو الموتورولا الجهاز استمتعت في استخدامه وعملت عنه مراجعة جهاز عن جد يستحق كل فلسيب تدفعه فيه إذا موجود ببلدك واحد من الأجهز اللي ممكن أحكي لك اشتري من غير ما تسألني حتى هروح اشتري الجهاز الثاني هو الأوبورينو 11 هذا الجهاز صحيح ما جربته بس عندي تصور عنه أنا جربت كل السلاسل السابقة الأوبورينو كلها فهذا عندي تصور عنه بمواصفاته وشفت مراجعات أصدقائي لهذا الجهاز واخدت يعني رأيهم بهذا الجهاز فعندي فكرة بقدر أحكي عنه السعر على أمازون إمارات بالنسبة للموتورولا 1380 درهم بالنسبة للأوبو 1500 درهم يعني الأوبو فعليا أغلش شوي بس تعالوا نشوف مين ممكن تشتريه يعني بدأ أحاول أفصل لحتى لأنه الجهازين بصراحة حلوين بتقدر تشتري أي واحد وتستمتع بس بلكن يقدرنا خلينا نزبط رأيكم خليكم تشتريوا جهاز عن جهاز تعالوا نشوف العادي أنا ببلش بالتصميم ولما تشوفوا صور الجهازين رح تعرفوا أنه تصميم الأوبو يعني هي دائما تتميز بالتصاميم مع أني حبيت تصميم الجلد تبع الموتورولا ولكن أوبو الشكله غير تصميمه أفخم يعني أنا بهذا رأيي يمكن يعجبكوش تصميم الموتورولا عن الأوبو ليش؟ لأنه تصميم بالنهاية شيء شخصي ذوق شخصي لكن أنا بقول لك الفخامي أكثر عند الأوبو سماكته 7.9 مليمتر ووزنه 182 غرام أما الموتو فهو أخف أو أنحف 7.6 مليمتر نسخة الجلد وزنها 171 غرام 182 غرام و 171 غرام كغرامات مش فرق كبير ففعليا بإيدك ما رح تحس بالوزن فرق الوزن ولكن بأكد لك بإيدك رح تحس إنه الموتورولا أنحف فالمسكة متمكن منها أكثر لكن الشكل أجمل عند الأوبو بصراحة لكن في نقطة ممكن تخليك تروح للموتورولا بدل أوبو هاي النقطة عنده معيار مقاومة الماء والغبار الـ IP68 يعني لو وقع منك بالمي ببركة السباحة طلعته نشفته أمورك تمام ما بيخرب فهاي النقطة ممكن تخليك عن جد تروح للموتورولا إذا ما بتهمك هاي النقطة بالمرة على أغلب بالتصميم النقطة بدأ تروح لأوبو إنت شو بتختار حكيلي مهم هاي الـ IP68 ولا مش مهم نروح على الشاشة الموتورولا P OLED 6.5 إنش أو 6.55% إنش التردد 144 هرتز السطور رح يوصل لـ 1200 نتس الأوبو AMOLED 6.7 إنش بتردد 120 هرتز السطور رح يوصل لـ 950 نتس شوفوا كل الشاشتين حلوين موضوع التردد 120 و 140 إنه أفضلية لموتو ما أعتقدش إنه هاي أفضلية لموتو ما رح تحس بفرق التردد لكن بقدر أقولك إنه السطوع كويس ففي تقارب كبير حتى يعني هون أنا ما رح أقدر أعطي لحدا نقطة فيهم بتقدر تسموها تعادل لأنه إذا بدك شاشة كلاهما رح يعطيك تجربة شاشة كويسة بدون مشاكل النظام هنا في فرق الموتورولا عليه الأندرويد الخام ببلش أندرويد 13 وطبعا في عنده حركات من موتورولا بعضها ما بحبهاش بالذات الـ Always On Screen ما بحب كيف عاملينها موتورولا ما بحبهاش أما الأوبو عنده الأندرويد 14 عنده الـ Color OS 14 واحد يعني من صار من أنضج برضو الواجهات واجهة أوبو ممتازة جدا جدا لدرجة حتى في الفولد بيلد تفوقت على سامسونج بالسوفتوير فإذا بتحب السوفتوير أعتقد نقطة السوفتوير المرة هاي بدأ تروح للـ OPPO مش لحد ثاني بالتحدث عن الأداء لازم نحكي على هذا أكيد لأنه الموتورولا عنده الـ Diamond City 20 بمعمارية 6 نانومتر هذا المعالج أداءه رائع صحيح نحن نحكي عن جهاز متوسط أفوق المتوسط بس الأداء عن جد رائع ألعاب تطبيقات زي ما بدك الأداء ممتاز جدا أما الأوبو برضو معالج من ميديا تيك الـ Diamond City 7050 بمعمارية 6 نانومتر أداءه أقل بالذات في الألعاب بشكل عام هيكون أقل من الـ Diamond City الأول فإذا بهمك موضوع الأداء يكون أعلى شوي الموتورولا هو الخيار باللسفة لموضوع الساعات الموتورولا عنده خيارات بس ما عنده Micro SD Card الأوبو عنده خيارات وعنده Micro SD Card الإشي الفرق الوحيد إنه موتورولا سرعة الساعات عنده 3.1 UFC 3.1 أسرع من UFC 2.2 الموجود على الأوبو إذا بهمك هذا الموضوع لكن بهمك والله إنه يكون فيه مكان فيه SD Card أو Micro SD Card الأوبو أنا ما بهمني موضوع Micro SD Card شخصيا بهمني دائما إنه يكون الساعات سرعتها عالية أي حدا سرعته أعلى بروح عليه فلذلك أنا بختار هون على الأقل أنا بختار موتورولا أنت ممكن بهمك Micro SD Card بدك مكان تخزن عليه بياناتك وتزيد الساعات بتروح على الأوبو الكاميرات وهون فيه فرق عندنا الموتورولا عنده كاميرا أساسية 50 ميجاب بيكسل الفتحة F1.4 فعليا أفضل في التصوير بس بسبب الفتحة لحالها الحساس 1 على 1.55% إنش نوعا ما حساس كبير وفيه OIS اللي هي للتثبيت بالتصوير وبالفيديو الرينو عنده مرضو كاميرا أساسية 50 ميجاب بيكسل الفتحة F1.8 فتحة أقل أما الحساس 1 على 1.95% إنش تقريبا 1 على 2 يعني حساس أصغر بكثير من حساس الموتورولا ومن تجربتي للموتورولا بصراحة هو أفضل هو فعليا أفضل في التصوير يمكن يتفوق الأوبو بس بالكاميرا الأمامية وبالسوفتوير للكاميرا الأمامية عن الموتورولا لأنه ما عجبتني الكاميرا الأمامية من الموتورولا بالشكل العام الفيديو والصورة من الكاميرات خلفية حيكون نقطة هون للموتورولا وإذا بتحب السيلفي روح للرينو برضو الرينو عنده كاميرا تزوم يعني أنا ما ببدأ حكي كل الكاميرات فممكن هاي النقطة تخليك تروح أكثر للرينو بس أنا أستاذني مصمم إنه الحساس كويس كثير عند الموتورولا بالذات الكاميرا الأساسية أنا حبيت الكاميرا الأساسية فيه حتى يعتمد عليها على البطارية الموتورولا عنده بطارية 4400 مش أكبر بطارية في العالم وعنده شحن سريع 68 واط وعنده شحن لاسلكي 15 واط هاي ميزة إضافية الشحن اللاسلكي والآي بي 68 بتحسهم بس بالأجهزة الفلاكشيب فالموتورولا معنه هنا لا يعتبر فلاكشيب ما أعطيني هاي الميزتين الأوبو بطارية 5000 يعني أكبر بكثير من الموتورولا والشحن السريع 67 واط بس ما في شحن لاسلكي شخصيا بفطل البكيج اللي على أوبورينو بدي بطارية أكبر وبيدي شحن سريع الشحن السريع بيحلل المشكلة إنه لو البطارية خلاصت السرعة والبطارية يعني نوعا ما أكبر من الموتورولا وإنه تجربتي للموتورولا ما كانش يدوم كثير ببطاريته مع أنه عنده شحن سريع بس خلاص يعني الرقم هنا أفضل للأوبورينو طب خلاصة الموضوع إذا بدك جهاز أداءه قوي كاميرته قوية فأنت بتحكي عن الموتورولا إذا بدك جهاز تصميمه رائع بطاريته ممتازة والسلف عنده ممتاز إنت بدك تأخذ الرينو والسوفتوير صحيح أهم إيش السوفتوير السوفتوير قوي جدا عنده بدك تأخذ الأوبورينو احكولي شو بتختاره وبرطة اكتبولي جهازين إنتم محتارين بينهم أحاول أعمل عنهم فيديو زي هذا الفيديو يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر